اشتركوا في القناة وطلبوا الجميع بتحرد دقة قبل كتابة مثل هذه الامور وفي برنامجه التلفزيوني خرج الاعلامي رامي رضوان زوج الفنان دونيا سمرغان مساء ثلاثاء ليتحدث عن ما جرى في الساعات الاولى من صباح السبت الماضي مشيرا الى كونهم كاسرة للفنان دلال عبدالعزيز قاموا بتقسيم اليوم الى فترات عمل بحث يكون هناك مرافق لدلال عبدالعزيز في المستشفى كما اكد انه على مدار اليوم باكمله وفي ذلك التوقيت تسلم هو مهام المرافقة من زوجته دونيا سمرغانم التي خلدت الى النوم واوضح رضوان انهم متواجدون في غرفة تابعة للرعاية المركزة مع والدة زوجته ولا يتواجدون في العناية المركزة نفسها ليتابع بعدها الحديث بكونه في ذلك التوقيت كان يجلس بصحبة دلال عبدالعزيز وبالصدفة كان يتواجد معه حسن الرداد وإيمي سمرغانم ليفاجأ بكم كبير من رسال التعزية والاتصالات التي ترد الى هاتفه وعشر رضوان الى تلقيه اتصالا هاتفيا من شقيقة الفنان دلال عبدالعزيز المقيمة بمحافظة الاسكندرية والتي كانت تبكي بسبب الاخبار المنشورة ولكنه أوضح لها ان الامر ما هو الا شايع غير حقيقية وحاول ان يمازحها في بداية الاتصال حتى يزول خوفها سريعا كما فصل سبب انفعاله الذي ظهر في لغته التي كتب فيها عبر فيسبوك بكونه سار على النفي وهو منفعل بسبب كم الاتصالات التي وردته وتحدث عن زوجته دونيا سيم الغانم التي سيقضت من نومها على رسائل تعزية واتصالات لا حصر لها تردوها من اجل تعزيتها في وليدتها وهو ما اعتبره امرا صعبا للغاية على اسرة فقدت الاب قبل اسابيع وتطرق رضوان الى حالة دلال عبدالعزيز الصحية مؤكدا انهم منذ ثلاثة اشهر يعوشون وقتا صعبا الوضع الصحي صعب مش سهل هكذا اجاب رضوان بشكل صريح على سؤال الخاص بالوضع الصحي لدلال عبدالعزيز وعما اذا كان هناك تحصن اكد انه لا يستطيع قول هذا لان التحصن لا بد له من استقرار وهو امر لا يحدث بسبب حدوث مفاجآت غير سعيدة دلال عبدالعزيز هذه قصتي مع سامر غانم الفنان دلال عبدالعزيز صاحبة الابتسام الجميلة استطاعت من خلال الفن اسعاد الكثير من جمهورها وتقول سامر عذبني اربع سنوات وانا بيجري وراه وكل اصحابه قالوا لي ما بتقوزش ولكن النهاية كانت جميلة واضافت دلال دائما متفاهمين انا وسامير عمرنا ما تخنقنا فهو دائما بني ادم طيب ومن بيت طيب ومطربي وعارف يعني ايه بيته اسره وتابعت كان كل الممثلين الكبار اللي انا اشتغلت معهم وكنا مترهنين انا وسامير انها تقوز سامر غانم وجورج سادهم اللي هو عشرة عمره وصحبه اللي اسأليني انا سامير ما بتقوزش ولا